اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هزيمة زي ما حضرنا نصصت لها كده فكرة مفاجأة طبعا مفاجأة ما بين فريق تنفوز عليه بخمس اهداف في شوت واحد ثم تخسر امامه بهدف فيه ما بقاش اسمها مبرات العودة يعني في لقاء الخارج يعني اعتقد ده لازم كان يلخبط حسابات الجمهور قبل اي حد وبالتالي الناس لازم تلاحظ هي قد ايه ناس الاهلي هي قد ايه تعلقت اعمالها بفترة حصل فيها الامداد والتموين للفريق بصفقات يناير ومن ثم بدأ ضبط الايقاع ضبط الايقاع الفني ما على سارتي وبالطبع ده بيحتاج وقت اظن الناس كانت مفاجأة بالنسبة لها لما عرفوا مثلا ان معدلات الاحمال البدنية مش بس بتغيير مدرب الاحمال او حتى الطريقة زي ما شفنا بدأ يخش يعني كبار الاطبابة في هيئة علماء لفريق الاهلي طبعا بيقودها دكتور احمد عبدالعزيز النابغ ما شاء الله يعني وبالتالي انت اكتشفنا ان 90 يوم هي مدة فارقة بين انك تعد برامج للاعداد البدني ومن ثم باقي الاشياء فما بالك بالشق الفني عشان كده المدربين الكبار اللي كانوا بيجوا مصر دايما كان دايما لما يوجه ليه الشكر خلال اسابيع اولى او مباراة او مباراتين كان يقول لا اوعى تقوله ده لانه شغلي لا يمكن انه هو يظهر سريعا هناك تغيير في الاداء العام هناك تغيير في التكتيك صحيح لما بتبقى مع الفرق الكبرى بيكون التغيير بسهولة لانه اللعيبة مستوعبة وهي كلاس ايه في السوق اللي انت جيته لكن وجنبها مليون خط الراجل بيلعب ببعض اللعبين كأنه يعني ايه كأنه اجايق مش رأس الحرب الاساسي لكن كأنه رأس حرب ايمن اشرف الظهير الثالث كأنه الظهير الثالث لكنه مش مركزه اه فكرة بقى التدوير والروتيشن زي ما بيقعدوا يقولولنا ويقولوا للجمهور لا الروتيشن ده بيبقى موجود للإفادة في الفرق مكتمني الصفوف خاصة الكبار لانه بيبقى عنده بطولة محلية وربما اخرى القرية بالاضافة لو كان بيلعب مزيد البطولات الودية او مثلا سوبر لو هو من اللي بيفوزه زي الاهل والزمالك مثلا في مصر بالبطولات الكبرى الدوري والكأس انما انت هنا بتعمل روتيشن اضطراري يعني ما بين رامي ربيعة بحسب تحليل المتواضع فت جاهز لكن لياقته البدنية وما يسمى لياقة المباريات ليست في اكمل جاهزية ومن ثم انت اطمأنيت ولعب وماشتكاش ولا اي شيء ولكن هل تدفع به في مباراة وتقول خلاص بقى كده خلاصنا من المركز ده ولا مزيد من انك تخلي عنده لياقة اكتر تخلي عنده ثقة انه خلاص سليم معاف خاصة مع كزد رب بالذات رامي ربيعة حصلوله مع نفس الاصابة وبالتالي هناك ما يفرض على لسارتي حتى الان يعني لسارتي يريد ان يفرض هو اقاعه زي ما فرض اقاعه الفني لكن اقاعه التشكيل صعب شوية عشان كده خد بالاقوام يعني ايه بالاقوام يعني انا لما روح علعب برق وهذا تحليله الجمهور طبعا كان يهمه انه اللسطة ناصر ماري يلعب من اول الماتش والناس كلها قدلت بدلواء يعني فكرة احنا الاهل اللعب بتلت ديفندرات احنا كنا عايزين نشوف كجمهور هجوم ثم هجوم هو قال لك انا معايا سبع نقط من نقطة لتلاتة تقريبا حسبته تقريبا ان كنت انا فهمته صح هي هي لكن لم يكن في حسبانه ابدا انه الثلاث نقاط يطيره هنا دور المدراء الفنيين الكبار عسين الشاحات وما ادرك بحسين الشاحات من فرصة والحمد لله ان رجله لما تلاوت ما حصلش فيها اقصابة لكن ضاعت فرصة انفراض وفرصتين تلاتة غاية في التأكد انه ممكن يبقى اهداف هنا المدير الفني ماذا يفعل ولا شيء غير ان يقوله لعبته زي ما برضو الناس بتشوف المدربين الكبار تاني وبرافو ومزيد من محاولات ومن ثم محاولات جديدة ده السبب عشان كده مش من فراغ انك تلاقي الفكرة التدوير مش مفروضة على الراجل لكن ما بيعملهاش بمزاجه ما بيريحش الديفندر الاصلي علشان عنده ماتش المرة الجاية اكبر من ماتش ده فبيلعب ديفندر اساسي هو معا لعيبة لولا انهم فعلا من شريحة عالية او تاكتيكيا ومهريا لولا بيقدر يكتاز فكرك كأنه كأنه سيرد باك وهو باكليفت كأنه راس حربة وهو اللي بييجي من تحت الفراغ الانتظار لحين عودة ازاره كراس حربة والحين اكتمال رامي ربيعة ومش اقولك حد تاني اعتقد فيه اضافة تانية وثالثة ورابعة وعشرة كمان خالص اكيد دي جزئية اكيد على تناول الحديث فيها سيد عصام لان عودة المصابين واكتمال الصفوف بتفرق كمان في اماكنهم وفي اماكنهم وفي مركزهم بيدي كمان مرونة كمان للمدير الفن عشان يقدر يشتغل بشكل يعني واقعي اكتر مع الفريق لكن في مقولة تاريخية انا حابب اذكرها في اللحظة اللي احبب نتكلم فيها عن النادي الاهلي بشكل عام ما يؤخر حركة التاريخ ليس من يدفعون العربة الى الامام او الى الوراء بل من يجلسون على العربة وينتظرون النادي الاهلي لن ينتظر كثيرا سواء فيه تطوير فريق كرة القدم سواء فيما يتعلق بمستقبل فريق كرة القدم في المرحلة القادمة سواء فيه مشوار المحلي او حتى المشوار الافريقي كل القرارات كل الاستراتيجيات اللي بيتم العمل فيها داخل النادي الاهلي على المستوى الانشاء او حتى على المستوى الرياضي ومستوى كرة القدم هذه المقولة بتسري بشكل جيد فيما ينظر اليه حتى النادي الاهلي خلال الفترة القادمة والمقولة دي كمان اركز فيها اكتر على عمل الجهاز الفني خلال المباراة القادمة خسارة مباراة سيمبا بتؤكد هذه المقولة ان احنا مش هنقف عند حركة التاريخ ان احنا هنبص او هننتظر كتير لا احنا دايما هنبص الامام مش هنبص ورانا عشان المرحلة القادمة هي مباراة وانتهت بثلاث نقاط لكن عندنا مباراتين مهمين جدا في البطولة الافريقية وضع المجموعة دلوقتي سيد عصام بعد قرب الفرق من بعضها يعني الاهلي سبع نقاط في الصدارة فيتا في المركز الاخير بأربع نقاط اذا المباراة وحيدة قد تغير المراكز في المجموعة الرابعة غيرت بالفعل عفوا لكن انت قلت كلام مهمة اوي الاهلي لم يتوقف كثيرا على مدار تاريخه امام خسارة حتى لو كانت من العار الثقيل حتى لو كانت خسارة دربي حتى لو كانت خسارة بطولة ومن ثم بيعمل ما هو احدث مش حكاية بقى التاريخ وفقت الاهلي دائما في دائرة الحداثة يعني ايه يعني تلاقي كل الكلام سنعمل على ما هو القادم سنصح اخطاءنا ان وجدت اخطاء سنقدم جديد مع هذا الفريق مادام يحمل طموح وثقة الجماهير والادارة الاهلوية وبالتالي الكلام هتجدوا الان على تصحيح بعض مفاهيم فنية في الملعب ومن ثم عن ست نقاط قادمة زي ما انت قلت بالظبط ست نقاط قادمة تدفع بالاهل للصدارة وهو يعني رجل على رجل زي ما بيقولوا او حتى اربع نقاط منهم وبالتالي هي معادلة العمل الى ان تذهب الى الدور قبل النهائي ومن ثم اعتقد انه ده اللي بيميز الكبار الاهلي وكل كبير في كل بطولة حولنا او عالمية او شرق اوسطية زي ما انت عايز تقول قول وبالتالي لن يدخل ابدا فريق بحجب النادي الاهلي نفق مش مظلم نفق التفكير فيما مضى هتلاقي النقلة النوعية على طول ان العمل على قدم وصاق للي بعده تمام طيب فكرة التعامل بالقطعة دايما بحب اشوف او ارى او استمع لتعليقات الجمهور بعد كل مباراة دايما بتلاحظ ان اول خمس ست مباراة للاسارتي الكل كان بيشيد بالاداة وبالشكل وبالتنفيذ وبالجمل التكتيكية وبالضغط اللي موجود من بداية المباراة وحتى تغيير المراكز وابتقار عدد من المراكز لعدد من اللاعبين بواجبات فنية داخل الملعب لكن بالامس الكل ابتدى يربط حتى الخسارة بان الاهلي خارج ملعبه سواء في مباراة الامس امام سنبا تقرار لنفس اللي حصل في مباراة شبيبة الصورة الجزائري وتقرار حتى لمباراة افريقية اخيرة للنادي الاهلي خلال الفتر الاخيرة فكرة التعامل بالقطع صدق صامي الناس بتربطها دايما ان الجهاز الفني ما عندوش حتى فكرة انه يتعامل خارجيا بنفس الاداة اللي بتعامل به داخل مصر مش ممكن يكون تقييمك انك شخصيتين او شخصية مزدوجة ده اللي عايز او صلو ده بالفيس يعني مش ممكن تكون كويس جوه ووحش بره لكن ده تقدر تقول عليه له السببين السبب الاول هو حجم اشتياق الاهلوية لمنتهى الثقة هو عايز يرجع لأوقات كثيرة جدا وطويلة جدا ومش بعيدة جدا يعني مش من تلات مواسم من موسم من موسمين في اقل اقل السور لا يا بنها افريقيا مع الترجي وكان مكان طبعا في مباراة العود لكن الجمهور متعجل بالاضافة لبعض التحليلات اللي هي ايه لا تسمن ولا تغني عن تحليل يعني بمعنى انه اي حد يحس انه فاهم في كرة القدم يخرج للتحليل مؤكدا ان ثلاثة ديفندرات ما كان يجب ان يكون هكذا هلبت واحد تاني يقولك اذا اردت ان تكون مهزوما بهدف تغير في الدقيقة سبعين سبب دقيقة ستة تمانين يا عم واحدة يلعب عشرين واحدة يلعب اتناشر واحدة يلعب اربعة دقيقة ما سيسا يفعله مع انه احيانا بيلعب في الدقيقة تسعين وبيجيب جون مع انه احيانا انت تعيش دائما احلام وردية مع الاهل اسمها بلاس تسعين الفريق الذي يلعب لما بعد التسعين دقيقة وبالتالي احلام الناس الاهلوية مرتبطة ببعض الخشية لكن المفترض انهم صورة لسارتي والذين معه تتصدر لهم صح بمعنى انه هما يشعروا ان الراجل بدأ يفيق من نقص عددي كامل لنقص فني بقى في عدد المطلوبين في المراكز يعني زي ما قلتلك اللي هي فكرة ايه بتدبأ مواردك ومن فضل الله وانه الناس في النادي بتشتغل والادارة تعمل على افضل ما يكون ان عندهم اللعيب اللي عنده البديل زي ما قلت يا حضراك اللي بيلعب شمال ويمين اللي بيلعب ديفندر او تحت الفرود اللي بيلعب كأنه المهاجم اللي بيلعب كأنه سردباك وهكذا وبالتالي دي الحكاية اللي اتطمنهم نوعا ما انا مش بقولت خليهم يعني يرتضوا انه ده الشكل العام الدائم للنادي الاهلي وبالتالي هناك الكثير مما سيقدمه فريق النادي الاهلي مع الخواجة لسارتي عقب عودة من اتنين لتلاتة من اصحاب المراكز الفعلية هيفرقه جامد جدا في الحكاية هيفرقه جامد جدا لانه الراجل دلوقتي دخل زي ما قلتلك على معادلة بيلعب ماتش ومش تفكيره لانه لانه ينشغل بمباراة اخرى لكن لديه كده صورة بيستعد الرسمها وبالتالي عايز يخلص من دي عشان يروح للتاني معادلة النقط كمان كانت مخليها اكثر اطمئنان هو رايح بسبع نقاط هو برضو يعني الحياة فيه اخطاء في كرة القدم متكررة في كل العالم لكن لما تحطها فوكس مايصح اشتقولها مع الكبار لا اللعيبة ولا الاندية يعني انت متعودش على عيمن اشرف اللي هو متحول لمركز اضافي ثم ترصد ان طبعا ما كان يجب انت مر لكن مر ايه بقى تعمل ايه بقى هتفقده ذهنيا هتفقده ثقة بنفسه يعني ايه المطلوب فالمطلوب ان الجمهور بس هو اللي يبقى عنده على مثل استفهام دي لكن القريبين جدا من كرة القدم بالتحليل بالتناول بالادارة لابد بالتدريب لابد ان هما ما يقولوش كلام جماهيري ما يقولوش يعمل الاخطاء هي هي وكذا وماذا لا حاسبني على الناس اللي دي وظيفتها ما بقاش حضرك مزيع وبعدين يستعينوا بحد من الكروه في القناة لانه سمت شيء خلاك ما دخلتش باب الستوديو وكان هناك مثلا ما لا يمكن ابدا اعلانه عن تأجيل الفقرة فيأتي احد زملاء مخرجا كان او اي عمل اخر فيبلي بلاء بنسبة 80% فتقول وبعدين وبعدين نيجي نطلع الفقرة اللي بعدها نقول لا 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 مش طلعين فلنعمل الفقرة اللي بعدها ولا نقرر ان احنا لو فكرنا وخلي نيجي اعملها هيهتز اكتر من الفقرة الاولى يعني اذا كان النموذج يصلح ان نضرب به مثلا وبالتالي ما حدش اهل ان ما فيش اخطاء لكن كمان انت عايز تحاسب مين الخواجة ان هو راجل بمعيارين برا وجوه ولا المهاجم اللي شغلو تجيب جون فما جابش جون ولا المدافع اللي اخطأ يا سيدي وما جابهاش انت تحاسبهم على اذا ما كانت الاخطاء طويلة الاجل لكن مش على لعبة والتانية وكذا على فكرة في شوط اول كل الاستواءات تحليها رصدت ان مدافع الاهل يوقفين على افضل ما يكون وعبل المباراة ما تبدأ الكل اشاد بالتشكيل اللي بدأ بالاهل ما انا بقول لحضرتك فانت بتتنازع رغبات الجمهور عايز تطلع تقول له كلام شبه اللي قاله على تويتر وفيسبوك وبعدين هذا العالم خلاص بيحرق في الدنيا بصراحة شديدة بحلوه ومره لا بيحرق في الدنيا والكل يتصدى للمسألة وتلاقي ان المحللون يعني مش طبعا مش اصحاب الرخص بقى اخوان الشاطين زي ما اقولك المبازلين اخوان مش معقول كم التحليل والتراجع عن التحليل يعني تحليل هتفوت ولا حد يموت ماشي انما لما يبقى ده منطق صعب صعب ان انت تتقبله او صعب ان انت تتفهمه عشان كده هتلاقي نجوم التحليل الحقيقيين والنجومية مش انه اسمه لامع النجومية انه على ارضية لديه ثقافة لديه حضور لديه 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 علم لديه خبرات ويكون متعيش وعنده الاخبار لديه خبرات لسه كنت اقولك والصفت ويري بتاعه على طول ايه update 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 بالتالي لديه معلومات الفريدة ولديه بقى معلومات كرة القدم لا ما اظنش ان هو هيقع فيها كذا اخطاء يعني انه غير رأيه من شوط لشوط او من شوط لشوط او من خمسة واربعين دقيقة لخمستاشر ما ابدأت شوط التاني يبقى ستين دقيقة مش هيقطع الماتش يعني محمد بالضبط طيب الفكرة كمان واحد بنتكلم على الجزئية دي لان يهمين جدا جمهور النادي الاهلي زي ما بدأ ثقة في الجهاز وفي اللعيبة تستمر هذه الثقة للمباراة القادمة ما فيهاش اي فرصة لحد ان يكون مستغل ان الاهلي مثلا خسر مباراة فيركب الموجة يقولك الاهلي خسر ماتش فبالتالي الاداء للاهلي مش مناسب لكن الجهاز الفني كيف ترى ان فكرة الجهاز الفني هيتعامل مع المواقف الحالية في ظل ان كمان الوقت ديق جدا ان الجهاز الفني يقدر يتعامل مع مجريات هذه الاحداث كسب ماتش هنا في افريقيا سافر برا خسر راجع عنده مباراة بعدها بـ 48 ساعة في الدور العام ما فيهاش وقت حتى يعمل استشفى ما فيهاش وقت حتى ان يصلح الاخطاء الفنية داخل الملعب حتى لو فيه لعيب راجع من اصابة ما فيهاش وقت حتى يعمل له مباراة ودية عشان يجهزوا يحضروا للمباراة الرسمية دي العوامل او دي القصص اللي ممكن تقدر تناقش فيها الجهاز الفني او تحسبه اذا ما كانت النتائج بعد كده سلبية واذا ما كانش عنده حلول هو حتى الان عنده حلول والدليل انه رسم القلب زمان قبل الاجهزة الحديثة كان بيبقى حاجة كده حتى كنا بنشوفها في الافلام لا بيض واسه واخب بالك اذا كانت كده تعرف انه في الاخر هتبقى خط واحد لكن اذا كان ما فيهاش والشاشة سودة ده اللي يخوفك لكن انت الراجل بدأ يعمل حسابه على اللي انت بتقول يعمل حسابه على ماتش هنا وماتش جاي على ماتش جوه وماتش بره عشان يضبط اقاع بعض اللاعبين مع محاولته لاسترداد هم كامل مستواه بس انت متعودش شهرين مش اقول لك بقى سنة وعايز الراجل يلعب يعني فول باور يعني او بكامل قوته يعني ازاي دي تيجي ازاي يعني ما تلعبش لعيب كان معار زي ناصر مار وجالك مهما كان سموها على عين والرأس لكن لم تكن تلك هي الضغوط التي يعانيها واحيانا زي الضغوط تسام بقدر صابات العضلية قدر الضغط النفسي زي ما بيقولولنا الكبار المدربين وراحم الله كانت عنده جواري كان بيقول كده كان فيه بيقول لعيب لو ضغط عليه نفسيا ممكن هو بيجرس برنت الرجل الخلفية دي تقطع لانه مشدود زي بتاع هي عزا نرفز تشوك مش لاعب مش لاعب الفيلم العظيم بتاع العار ده وبالتالي انت لديك في منظومة كرة القدم علوم كثيرة جدا مخضرة مقابل انك تطلع تقول رأيك مقابل انك تهمد لكن انا شايف لو صارتي عارف وبيعمل ايه من وجهة نظري على الاقل شايف انه ماشي بمعدلات منطقية جدا لكن وانت قاعد برا غير وانت قاعد جوه الفريق وانت قاعد برا بتفكر زي اللي بينقض لعبة في تحكيم بعد بعد خمسين اعادة مثلا وحكم بس حكم اساسا احنا كلنا بنقول انه حكم يعني وبالتالي بعد انت ما بتشوفها كده برضو مقولة الكبار دايما كان يقولك بدم اختلفنا واحنا شايفين خمس ست عشر اعداد يبقى الراجل صح بقى اسكت تمام وبالتالي لا في معدلات طيبة جدا يبنى عليها كل الحكاية فقط انه مزيد من الوقت وبالتالي ينتج عنها اكتمال ده لكن كمان لازم ناس الاهل بمهور الاهل ومحب الاهل يعقوا تماما ان فريهم الوحيد الذي تورط في اربع بطولات وبالتالي كل فريق من منافسه النادي الاهل الزمالك طبعا بما هو وصل ليه من مستوى جعله متصدر والاسماعيلي عندما كان الموسم اللي فات افضل شوية وفنش في المركز التاني شوف انت لما لعب افريقيا بدأ يبقى عنده هم ماتش زيادة او بطولة زيادة الزمالك لعب افريقيا ضللت عليه في ماتش النجوم لأ كل ما منافسك بيعيش نفس الحالة ها بتوصل المنافسة لطبيعتها يعني هنبقى انا وانت مجهدين بقى لنا يومين وجايين نعمل الحالة دي دلوقتي لكن ما تبعش انت نايم وشارب واكل وانا بقال في المدينة بقى ليومين وعاوزني يبقى بنفس الكفاءة لو انا عندي خبرات بقى هعرف اخرج من اليوم ده لغاية تم قابلك في يوم واحنا جهدينة قد بعض في إطار الاجهاد ده يا سيد عصام كمان في نقطة لو تتذكر خلال الايام القليلة الماضية الكابتن سالة ربض الحافيس كان بتكلم ان الفرقة يتأجل سفرها او تتأجل مباراة الحرس نتيجة سفر الفريق يوم الجمعة بدل السبت البعض ما اعتقدش ان الفكرة بس في صروف طيران الفكرة كمان في توقيت السفر لك ان تتخيل ان فريق نادي الاهلي لما سافر كان مساء يوم السبت الساعة 11 مساء وصل فجر يوم الاحد فكرة كمان اللعيب عشان تاخد وقت راحة ونوم عشان تبقى مسافرة وتستعيد حتى نشاطها وحاوياتها في اليوم التاني انا بالتالي ما نمتش يعني انا مسافر يوم السبت بالليل واصل يوم الحد بالتالي انا مسافر حوالي خمس ست ساعات سفر ما نمتش هاوصل فجر اليوم الحد هناك في تنزانيا هبدأ انا بامتى عشان اصحى امتى ده محتاج عشان يتحضر له وتجهزه اللاعب بدنيا حتى عشان عدلته تبقى جاهزة محتاج يومين ثلاثة عشان تحضره لا انت تاني يوم لعبت او قديت التمرين الاخير بعدها بيوم على طول المباراة الرسمية امام سنبا التنزاني حتى في العودة انت راجع النهاردة الفجر او راجع النهاردة الصبح فحتى معدلات النوم للانسان الطبيعي لو انت عندك معدلات سفر في الايام دي هتجي تنزل شغلك مش هتبقى مركز مش هتبقى في حالتك مش هتبقى فريش اعتقد انه انه اللي انت بتقوله يصلح دائما في منهجية قيمة على ضوابط بمعنى ومبنية على علم ما انا بقول لحضرك ما الضوابط دي بمعنى منها ما هو علمي ومنها ما هو فني وكذا وبالتالي هي مواسم متلعبك اعتدنا عليها الحياة لكن مع صرقات حمراء من كترة الاصابات والحياة غير مسبوكة يعني والتشابك فروع بطولات وانا مصر انه دي كانت اضافة البطولة العربية للنزال اللي كان فيه النادي الاهلي كان غلط الحياة وده يخليك تعيد النظر مش النادي الاهلي لا يمكن ابدا ان يشارك فريق فيها كذا بطولات في نفس الايام ونفس المدد لكن اللي بقوله لك صدقني جدير بالنقاش وان لم يناقش مع الكبار وفي القلب منه من النادي الاهلي يبقى مش هنغير في الكرة المصرية او في طريقتها بمعنى انه انا الاوان ان احنا نفسح عن ان كرة القدم صناعة وان كرة القدم لابد من ان يكون ضمن ما تفوز به ربحية عالية وبالتالي اما اخطوط طيران او رحلات خاصة يا سيد الفاضد معلش بقى لكن دي هتفرضها ازاي الاندية حتى لو بتخطط زي النادي الاهلي ان الرعايات تزيد وان ما تقولك يبقى كبير هتخططها ازاي وانت شايف الاجندة والمسابقات غير مستقرة يبقى الاول تتشين موقف جديد لادارة الكرة المصرية بمنجدة الاندية جمعاء انه يبقى فيه احتراف كامل واحترام كامل لمنظومة كرة القدم بجدولها باجنداتها الدولية بكذا وماذا ثم ساعتها بقى من لدي الملائة تمام انه يلعب بطولة خارجية هيلعب لانه هيقدر يا اخي الطيارة الخاصة مش بفلوس قياسا على ارباح كرة القدم فاستطيع ان ينقذ لعبيه من رحلة مقابل بطولة تحقق لجماهيره على البهجة اولا ثم مدخول كبير وده بيزنس صناعة كرة القدم اذا ما صاردش الامور واحنا في العام 2019 وهننظم امم افريقيا بثمان منتخبات اضافية وبنقول تسع ملائبة تبقى بهوى عالمي وبنموذج عالمي وننتقل من ازيل بطولة والملائب فول كباستي او بكامل طاقتها الجماهيرية ويبقى عندنا اشتراطات الفيفا للملعب واشتراطات المسابقات للمسابقات وما عندناش حد متطوع في ادارة كرة القدم انا اسف بقى كفا تطوع مع عدم اجلس الادارات لكن اول حاجة عملها النادي الاهلي ما دمنا بنتحدث عن النادي الاهلي عائلة الاهلي ده البرنامج صح مظبوط كان ضمن هدافه ادارة محترفة اول مجلس عملية اجتماعات متولية للقبض على سير ذاتية للمديرين النادي في منشآت مديرين فنيين كذا ماذا ثم تصفيتها ثم اختبار ما ثم تفوز حضرتك بالوظيفة لكن ما حدش بقى يجي يقول انا يا جاية ضحى من اجل الاهلي لا انا عايز مدير محترف اعرف حاسب اعم بيجي طوله النهار ما بيجيش نص يقوم وبالتالي المنظومة عايزة تتغير ساعتها هتلاقي الحراك هيتم في الحتة دي لانه الحية لا يمكن ابدا تعطيل الدوري لمجرد النفري يقولك انا عايز ثمانة ايام لا حضراك مش مصر مصر بس تحس ثمانة ايام ومع ذلك حتى الفيفا بتحدد ايام المنتخبات يقولك ادي اللعب لمنتخبوا اتنين وسبعين ساعة كذا والاهلي كان شرع فيها لو حضراك فاكر يعني في فترة في زمن الكابت صالح وكان بينهم مين محمود الخطيب هذا السلاسي العظيم يعني ما شاء الله وعلى فكرة الاغلب الاعم خلد مرتجة وخلد الدراندالي كانوا ايضا داخل نسيج شبان اه المجلس ومن ثم هم ولاد المنظومة دي يعني انت محتاج يا سيد الفاضل انت تذهب نحو احتراف ومن يقلل من الاحتراف هو ده الطريق اللي تقطع على تقدم نادي بحجم النادي الاهل اه بالضبط واحنا بنتكلم في كل هذه التفاصيل هي ليست مبررات هي عنوين للنتيجة اللي قالت لها هذه المورة لا ليه مبررات بالضبط لا انا بحدد بس اللي احنا بنتكلم في عنوين يعني ممكن تكون في الفكرة مش في تسعين ديئة فقط الفكرة فعنوين قد قالت بسببها هذه النتيجة في العمل لانه العمل كل مرة سيظل منقوص مدامة الدايرة مش مقفولة طيب في نقطة عايز اتكلم عليه وانا بتكلم على مطشط افريقيا يا سيد عصام يعني لك ان تتخيل ان فريل وداد المغربي واحنا بنتكلم في نفس البطولة احنا معنا منافسين ممكن يواجهونا في الادوار النهائية خلال الفترة القادمة فريل وداد المغربي عمل نتيجة مفاجأة جدا في ناجيريا فاز على لوبي ستارز الناجيري واحد سفر لكن على ارضه وسط جمهوره في ملعب مولاي عبدالله في الرباط وسط اكتب من حوالي خمسين الف متفرج تعادل سلبيا بالامس وكان من الممكن ان يخسر المباراة على ارضه وسط جمهوره اذا دور المجموعات هو دوري تجميع النقاط ممكن على ارضك تخسر نقاط لكن تحقق نقاط خارج ارضك العبرة بالخواتيم او العبرة بالنهائيات انت في المجموعة الرابعة هدفك توصل مركز اول يبقى الحساب بعد الجولة الستة ان شاء الله لما يكون الاهل متصدر نفكر في ما هو قادم دي الرسالة عايزة وصلها للجمهور لان بعض الناس ممكن تزعل وتحزن من نتيجة مباراة وده شيء طبيعي لكن الفكرة يا سيد عصام كمان دوري ابطال افريقيا لما الناس تبص ليه المشهد تبصوا بشكل عام انت خسرت مباراة لكن فيه فرق ايضا كبيرة بتنفس في البطولة اتعدلت على ارضها او كسبت خارج ارضها او خسرت على ارضها الفكرة في النهاية انك توصل بعد الستة نقاط في المركز الاول وده الرسالة حتى برحكة بسعد الحفيز والمستر رسالتي بعد المباراة اتكلموا ان احنا كان فيه اخطاء فنية لكن بنسع في النهاية ان احنا نتصدر المجموعة وعندنا فرص اكبر للتأهل بيه صدرة هذه المجموعة ما هو ده اللي قلت لحضرتك انت هتلاقي من المودلة ده كتير ما عدا المسابقات الاكثر انتظام بقى حيث اوروبا لكن برضو فيها مفاجآت مفاجآت انه النهاردة ما نيه ما يجيبش جون بكرة مش عارف مين جاي باترك مبارح توقف معاك كورة صلاح يتلعسم في لعبة مو صلاح وما ادراك ما مو صلاح دي معايير بقى خلاص اللي عدوا كل الحاجات وبعندهم اجندات ودوليب وكل حاجة محترفة لكن انت وانت ترصد حتى مع دول موجودة النسب بس انت هنا ضربت مثل بالوداد المغربي واقس على ذلك هتلاقي ما بين فرقة بتفوز خارج ملعبها تعود الفريق الاخر لمطولتها في ملعبها لانه ممكن حزبته هو اختلفت هذه هي كرة القدر هي الحزبة لانك كسبت سيمبا خمسة وفي الشوت الاولي في الشوت واحد ومع ذلك روحت هناك وكل بقولك بس تكسب فرقة خمسة في الشوت واحد روح لك تقسر الوداد كسب لا ما ده الكلام اللي هو بيحمل بسيطة ما تستبسطهاش ما هو ما ينفعش القياس كده برده بسيطة ما تستبسطهاش طمام اللي هي كرة القدم زي السهل الممتنع يعني يعني بمعنى ايه انا مش معقول تقولي عشان جبت خمس تجوان في شوت يبقى كل ماتش لازم اجيب عشرهم انا ما جبتش بقى في الشوت التاني يبقى انا راجل كسبت شوت وتعدلت شوت وده كلام لا كان هناك من اللعب والفرص واستغلالها بكفاءة عالية ما ساوى خمس اهداف زي ما قلنا وقال لصارتي الحمد لله انا بحللك يعني من وجهة نظري وقال سيد عبدالحفيز زيما حضرك قلت والاعلام لا تعرف لدينا اخطاف والناس انا عالجة ولكن لدينا ايضا حزبة حزبة تؤكد ان سبع نقاط في جعبة النادي الاهلي لازلت مطمئنة معك ست نقاط بره مش هقولك ابدا المدير الفني المحترف ما قالكش عندي ماتشين هو حسبها بالنقط زي ما حضرك قلت بالظبط هو بلعب على الفوز في جميع المباراة المقبلة خلاص بقى مع انه كان ممكن ياخد من اللعب على الفوز لو حقق فريق التعادل ولو انه هو نازل بالهدفين يعني اللي بيفهم في الكرة او في مبادئها الاولى يعرف انه كان نازل اما ان يفوز بالثلاث نقاط او يخرج بنقطة رجل على رجل وبالتالي هو دلوقتي رجع بقى يالك في ست نقاط بره عايز اجيبهم من اللي لسه بقول لكم مش عندي ماتشين بالست نقاط لا الكلام كلام شغل كلام بيزنس واخد بالك فهو الوقت بتكلم في ست نقاط عايزي ايه يفوز بهم ويتصدر مجموعته واحنا بنشوف الكرة بس خارج فكرة انك تخسر لاسباب فنية لاسباب مش كلة بقى الاصحاء او كلة المعافين من اصابات لاسباب ان انت لا تدعم فريقك او كذا لكن طالما انت بتدعم فريقك طب ما فيه فرق ممكن تتخلى عن تشكيل اساسية كاملة لقراحة تشكيلة اخرى اذا ما كان المركز الاول لا ينسبها لما بيروح يعملوا الكروس مثلا يعني بالضبط بيقول لك انا يلعب دول طب وهو بيقول لهم ما تكسبوش لا بالعكس بس بيخلي بقى ابو دلقوا مستفزين لا يكسبوا ويجيبوا بمركز الاول واستفاد هو انه علاهم وهيلعب بالناس اللي رياحها اللي هم الاصلي او انه هم يتعدلوا فهم مش عاوز يواجه الا نمرأة اتنين الناحة التانية او العكس بالعكس وبالتالي دي اساسيات كرة القدم اللي اعتقد ان الجمهور برضو ما ما قلنا البعض سيلح عليه ان هناك تهدئة من جانب الالام او من جانب الادارة الفنية ولن يصدق الا لما يرجع الى الاقل الال اللي بيحبوا بيكسبوا وكذا لكن هتلاقي برضو جماهير بتتكلم زي ما احنا بنتكلم ما لدينا هو منتج حقيقي يبنى عليه تمام المجموعة اصبحت متشبكة الاهلي في الصدارة بسبع نقاط يالي سيمبا التنزاني بست نقاط ثم بعد ذلك شبيبة الثورة الجزائري بخمس نقاط فيتا باربع نقاط مباراة واحدة قد تصعد بالاخير للمركز الاول وقد تصعد به قبل الاخير الى المركز الاول اذا المجموعة متشبكة في ظل او في معطيات المباراة القادمة الاهلي سيذهب الى الكونغ الديمقراطية لمواجهة فيتا ويمواجهها صعب جدا لانتهنا في المواجهة مش مواجهة فريق بفريق بثلاث نقاط وصيف دور الابطال مع وصيف كأس الكونفدرالية صحيح وفريق سيمبا سيذهب الى الكزاير لمواجهة شبيبة الثورة الجزائري الذي لا يخسر اي مباراة على ملعبه نهائيا اما يتعادل اما يفوز سيمبا سيمبا رايح كمان وهو حاسس انه هو دخل في اللقاء جاء بحتة من السماء فازع النادي الاهلي يسيبك انه هو يعني ودي مفيدة للنادي الاهلي انه هو رايح بنفس وخبالك حتى الخسارة جات فايدة انه سيمبا مايروحش عاجز وخبالك وبالتالي بؤثرة بؤثرة الاوراق في المجموعة هذا هو وقت بقى ها الكبير يتكلم يعني اذا قلت ده على سيمبا اذا قلت ده على شبيبة الثورة اللي انت شفت الضروبات بتاعتهم كتتعملة ازاي ما بين بداية مرعبة لهزيمة مش عارف كام وخبالك هو ده بقى وقت الاندي اللي بحجم النادي الاهلي يعني هتلاقي النادي الاهلي رايح المرة دي الماتش اللي هيلعبه في الكونغو عارفه ورايح ليه وحسابه الأخير هيكون في مباراة شبيبة الثورة بالقهار الميزة في مباراة فيتا ستقصى من المباراة بعد فترة يعني دور الأبطال بالنسبة للمباراة المجموعات سيتوقف مؤقتا لحين ان مباراة الكونفادرية تستكمل الجولة السلسة والجولة الرابعة بالضبط كده عشان يلما يوصلوا في مرحلة يوم 9 مارس اعلى اتحدى لأجندته معروفة وتتغيرش ولا فرق تتغير المباراة ولا تعديل المباراة الأجندة سبت يوم 9-3 مباراة فيتا في الكونغو لسه في وقت والميزة في الوقت ان في عودة المصابين الأهم من عودة المصابين عودة أصحاب المراكز اللي هو يخش يسلمك شغلك بقى ويروحوا على مكتبه يعني خلاص زي ما قلت بمعنى ربط مثل بيك ها هتروح انت جيم او المخرج او المصاور تقول له شكرا فقولك الفاضل خلاص بقى ما بقاش كأنه موزيا بقى الموزيا يعني مش بس عودة المصابين في المطلق عودة المصابين من أصحاب المراكز الأصلية عودة أزارو عودة ربيعة سعد سمير كامل المعافا وخبالك نتمنى بالمعافاة نتمنى الشفاء لأخو سعد سمير عرفت انه عمل حاجة جميلة إنسانيا اطمانع الفريق هو جنب أخوه بيعمل عملية هي إنسانية احترافية لأن ده جزء من شغله برده سعد من العباء الرجالة اللي جوه الناس الاهلي فعلا طبعا وبالتالي أحمد فاتحي يعني بص أصحاب الشغل الأصلي والخبرات لا كمان خلاص في مركزه تقدر بقى تحزوا حساب الملكين حساب عسير ساعته لما يضيع صلاح محسن شوفنا قدي إيه على فكرة الكرة اللي الناس كان عايزة هي بصية تحسسك إنه راجع بقوة ليه كان نفسه هو يعملها صحيحية مش معادلة احترافية قوي لكن تحسسك إنه بيجز على سنان التزديدة الوحيدة اللي الكل دلوقتي قال لك ما كنت يعمل باص تتقرب بيه من المرمى دي التزديدة الوحيدة اللي كانت في المبراكل لها بالنسبة لنادي الأهلي ما أنا بقى أقول لك عشان كده تشعر إنه مع عودة زي ما حضرك قلت المصابين بس أنا بضف لها عودة المصابين أصحاب المراكز الأصلية عشان ما يبقاش عندنا العيب كأنه تخيل أنت أزاره وأجيه تحت منه لأ حاجة تانية قال تخيل الرمي ربيعة بيغلق المساحة دي وعندك علي معلول يا رجل وأيمن أشرف على أسهر الملعب واو لأ هناك تعديلات من هنا للمباراة المقبلة وفي النص هي لعب النادي الأهلي أعتقد مبارات دوري أو مباراتين مباراتين هتنقل نقلة كويسة مع النادي الأهلي على فكرة نقلة فنية كويسة ما على صارت للأسف هي مش مباراتين ده أكتر من كده كمان عندك مباراة يوم 16 السبت الجيم على إنتاج الحربي ثم يوم 20 بعدها بتلت أيام مباراة مع الدخلية ثم هتسافر الجونة يوم 24 عندك مباراة مع الجونة مع الجونة ثم مباراة يوم 28 لسه مش عارفين وضعها إيه ثم مباراة بيتولوجيت ثم مباراة فيت أربع مباراة أربع خمس مباراة في توقيد صار لما فيه شفاء كامل لا تقلق ليه؟ لأنه اللعيبة تستعيد عافيتها ولم يعود أمامهم الآن إلا بطولة واحدة بس صعب يا صديق في التوقيد ده وفي زحمة المباراة دي ده حالك كبار إنك حتى لأ تصحق أخطاء أو تعدل أو تثبت الشكل أو تعمل مباراة دي تحضر فيها بديل لا أعتقد أعتقد أن تحضير مباراة وده يعني كنا بنتكلم مع الجهاز يعني ما رجعه بالسلامة لا هيبقى فيه ماتش ماتشين زي ما أنت قلت لتحضير البودلاء يعني أو شركاء الفريل أصل أنا بحب الجملة دي شركاء الفريل أصل طبعا لأنه أنت ممنوع في فرق كبيرة آه لزمالك وفي كل العالم يعني ممنوع تقول دكة بودلاء تقول بنك احتياط لأنه الرصيد هو هو دي فلوس ودي فلوس يعني حاجات شبه بعض يعني يمكن النسب بتبقى واحد اتنين في المية وبالتالي الحكاية كلها أنه الموضوع بس ما بقاش كما من شهرين أو مع شهر 12 ليه؟ لأنه معدلات الإصابات رجعت والتعافي منها بيزيد وأعتقد أنه الإضافة بهاية العلماء دي أنا مسميها كده من أول مصادر بها القرار الجهاز الطبي أول لا لا مهمة مهمة جدا مهمة جدا وهتعمل معدلة طيبة جدا جدا تساهم في رفع فنية لسارتي شغال عليها تمام طيب لو رجعنا وتحدثنا على المثابة الدور العام مش هتكلم عن فرص الأهلي إن فرص الأهلي واضحة الأهلي وصل لمرحلة تعتبر جيدة لكن لسه ما وصلش للطب أو وصل للتارجت اللي هو عايز والأهلي تارجت بتاعه المركز الأول دايما لكن فرص الأهلي في الدوري بكل هذه المباراة اللي احنا ذكرناها كلها مباراة محلية في توقيت مضغوط جدا في ظل إن فرق أخرى بتلعب برضو في نفس البطولة الأفريقية لكنت بتريحها مثلا ما بين مباراة أفريقية ومباراة أخرى عشان مثلا ظروف صفر أو ظروف ما لكن الأهلي في ظروف الدوري بضغط المباراة دي شايفوا يستعد إزاي والجهاز الفني هيتعامل إزاي حتى زهنيا مع اللاعبين في الفصل ما بين مباراة وأخرى واجتماعات فنية ومحاضرات وتدريبات لتغيير تاكتيك أو لأداء جمل فنية لا هيتعامل طبعا بحرفية شديدة جدا لا تغيب عن النادي الأهلي حتى لو أنت عامل مرحلة انتقالية بدون مدير فني كبير بحجم الأسارة يعني لا يوجد أي مشكلة أنت عندك مشكلة واحدة بس ضغط الوقت وأعتقد أن النادي الأهلي لما بيتطفق على كلمة ما بيرجعش فيها ومن ثم يخدوا رأي الراجل أن أنت في النادي الأهلي حدش بيكابر وياخد قرار من نفسه لما بيطلب حاجة بيقول لك أن يرجع المدير الفني حتى لو عن مباراة واحدة مش عن كتلة مباريات أو مسابقة بالكامل لكن الزمالك مرفرف اللي بعيد بيه عدد وفير من النقاط حتى الآن نظريا أن الأهلي مخرجش بره المنافسة وبالتالي يعني هي جملة تقليدية كلاسيكية في الكولورية سميها زي ما تسميها لكن مش هتقدر تستفيد في شرحها كتير عشان ما تبنيش على لو كذا يبقى كذا لا الدوري لازال في الملعب مباراة الانتاج الحرب تلعب على أستاذ بيترو سبورت خلاص أستاذ السلام من الملعب اللي تم اختيارها بالتجديد أمامه بالتالي تم أغلقت ليه التجديد قامت المباراة على أستاذ بيترو سبورت وجهة نظرك في تغيير الملعب وهي طبعا ظروف اضطرارية بالتأكيد هي خلاص تلمعك كل يبقى كل عشان دايما وانت بتتحدث راعي عن أي شريحة تتحدث تتحدث عن شريحة بكبارة النادي الأهلي في مصر تتحدث عن شريحة بكبارة فرامينجو في البرازيل تتحدث عن ريال مادريد وبرشلونا تتحدث عن الأهل والزمالك في الشرق الأوسط وهم التانين في أوروبا فتقول انه طالماعك كل لا شيء مجد صحيح يخوف لكنه مش ممنوع وما فيش حلول تالي بس المهم انك لما تتنقل الملعب تكون ملعب تسمع بحضور الجمهور عشان ما بدأ تكافؤ أعتقد ده طلب النادي الأهلي طلب دارة النادي الأهلي بالزبط يعني ده مش أعتقد ده أكيد ده طلب كان ضمن منظومة اللي قدمها لاتحاد الكورة بالزبط لأنها تجي في مباريات انت قد تتلعب على أستاذ السلام بتسمع بحضور الجمهور مباريات الانتاج هتتلاقي في مترو سبورت بيسمع بحضور الجمهور في مباريات أخرى في جدول الدور بدون ذكر أسامي يعني اتحددت توقيتاتها حتى الساعة كام لكن ما تحددتش ملعبها ويا مباريات خاصة بالنادي الأهلي لا أعتقد شوف الدولة المصرية على أفضل ما يكون الآن وعشان كده أعتقد أن الدولة المصرية بتنتظم من الكبار أن يلعبوا دور كبير أن لا يكون هناك صراع محتدم يتركوا خلاله الجماهير في مواجهة بعضها البعض الحقيقة ده مهم صح وبالتالي انت داخل على أمم أفريقيا الدولة من زجها العام الآن وقواعدها بتقول وعشان كده خرج الوزير ليؤكد لا إلغاء لأيهم سابق فيش الظهر وبالتالي لا أعتقد لا أعتقد أنهم ممكن ما يدخلوش جمهور يعني لو أنت طالب من الدولة الدولة هتديلك وأنا بأكد لك دهو على مسؤوليتي هو حد يستخبر الأمن الأمن هو من يحمي كل حاجة في البلد دي بمسندة الجيش بصراحة شديدة كده ثم يقولوا للناس قالوا للأمن ولا لا حدش يروح يقول إن الأمن الصراحة والوضوح طبعا طبعا وبالتالي قاعدك أن الدولة عندها موقف مهم قوي مش مع النادي الأهلي بس مع صناعة اسمها كرة القدر ستطلب بملف يليق بمصر اللي واخده أمم أفريقيا ويليق بلعبة لازم تتحول لصناعة وكل أماكنها تبقى شبه المصانع يا أستاذ محمد بالزبط كده الدولة راحة للمنظور ده عايز أتكلم في جزئية فنية يا أستاذ عصام بس في ناس يعني ما بتركز فيها قوي انت بتلعب بطولة إفريقية فبالتالي كل اتحاد تابع لنا دي ليه لا يحدش يقول لعبين في إطار عام من خلال قواعد الفيفا موجودة لكن كل دولة بتحط قواعد حسب المنطقة اللي بتلعب فيها يعني مثلا اتحاد التنسي سامح ليه لعبي شمال إفريقيا انهم يلعبوا فيه الدوري التنسي وكأنه لاعب تنسي فيه الدوري التنزاني مسموح بعدد كبير جدا من دول غرب إفريقيا يكونوا متواجدين هي مجموعات زي الاتحادات ما احنا عندنا اتحاد شمال إفريقيا بالضبط وفيه سكافة في غرب إفريقيا وفيه غرب إفريقيا مثلا سيمبا واحنا بنلعب مع سيمبا كان عنده مدافع إفواري لعب وسط من زنبيا مهاجم من رواندا ومهاجم رواندا هو اللي أحرز هدف في مرمع النادي الأهلي فبتكلم على ست سبع جنسيات فيه نادي سيمبا التنزاني أيضا نفس الأمر في فريق تراجل تنسي مصر كانت تسباقها يا سيدي مصر الكابتن هاني مصطفى لعب مع الإسماعيل بطولة أفريقيا على فكرة كابتن هاني مصطفى ربما يهدد له الصح أيضا على مجريشة لعب مع النادي الأهلي مباريات ودهي أماشي لكن لعب بدأوا على الفتاح لعب افتكر لك كم مرة الأهلي والزمالك أنها بتقوي أنديتها عشان تبع عندها عدد محترفين كتير طبيعي جد في مصر للأسف الرؤية مش وصلة في أفريقيا بالشكل ده يقولك أنا عايز عدد الأجاني ما يزيدش عن أربعة أو ما فيش لعب أفريقي أو لعب عربي يكون لعب محلي عشان المنتخب الوطني في الظل أن احنا برضو بنلعب بطولات أفريقية وعندنا لعيبة جيدين على مستوى عالي لكن فكرك أنك تدعم بعدد أكتر من اللعيبة ده بيساعدك في بطولات أفريقية يعني تقصد هل نطرح مثلا فكرة أن المشارك في بطولات أفريقيا يأخذ خمس لعيبة أوفر القيمة بالزبط المحلية بالزبط لأننا من خلال القوام اللي أنا بصيت عليها بطولات أفريقيا السنة دي لا الأندية بتدت تفكر بشكل أوسع الاتحادات في هذه الدول الأفريقية بتدت تفكر لمصلحة أنديتها أما نموذجين هو في نموذج زي الغرب بس لأنه الغرب ما عندوش بضاعة أفساد على الهوى زي سلسية نجيم محفوظ وما عندوش حاجة اسمها احنا متطوعين فممكن تتعاقد مع خمسين لعب مش حاجة اسمها لستة تلاتين وخمسة وعشرين طول ما بتدفع العقود انت حر بالزبط ده نظام اللي هو بقى نأمل نعيشه اللي هو بقى في جمهور بيدفع تذاكر وبيكتب على الشاشات 14 الف ومتين ومعهم ولدين صغارين مجانا كل حاجة لأن ده الزبون حضراتك وبيبيع تشيرت وبيبيع مج ومش عارف ايه والبس يزيد من سنة لسنة وبالتالي الدوري غالي وربطة عندها محترفة وتحكيم محترف يا راجل ما بياخدوش الحكام في عربية ليموزين تلاقي الحكم ممكن واقف وانا وحضراتك ربنا كرمنا بنطلع الشاشة ممكن يقولوننا تفضلوا بعد ما نتعرض لإجراءات الأمن ونخشوا الحكم نقول لهم ده كابتن فلان حكم تبعتوا بعربية يا أخي لكنه أجنبي بعربية ليموزين مع التعادل كورا مش حصل حاجة ده بالنسبة للحكام مثلا في التحدي بتشجعه وده احتراف مش منظرة انت تعطيه هيب لأي هذا القاضي وهو يا مر لا ده احنا شفنا ما تشطى حاجات كل العوامل دي كل العوامل دي هي الاحتراف احنا الوقت عشان تطرح المنظومة دي محتاج الاندية طب هتلاقي الاندية اللي بتلعب بطولات قد تتحد لك الاندية اللي ما بتلعبش اقول لك لا ليه عارف اللي يقولوله مثلا ايه بس السنة كنت العكس انا باكل فول والتاني باكل كباب طب تعال يقول لك لأهت وهاكل معها فول بس السنة كنت العكس في ايه ازاي فيه اندية ما بتلعبش افريقيا استفادت من 8-9 اجانب لا استفادت حاجة انا اقصد وانت بتقدم المعروض ممكن تلاقي الاندية اللي هي عندها الحالة دي اه راحة تلعب ها وتتطفق انها تطلب من اتحاد الكورة انه يزود عدد الاجانب او عدد العقود ما دمت مشارك كويس هتلاقي بعض الاندية التالي ما بتشاركش ويبقى عايزي شده من الفانيلا الورى يقول له لا ليه عم يا تلعب بالتلاتين يا بلاش هتلعب بالقمسة وعشرين يا بلاش متقلل فرص قدام المنافسين ما هو ده برضو محتاج حزب اماما واعتقد ما عرفش في الاهلي هيفكروا فيها ولا لا في المشاركين افريقيا في الزمالك هيفكروا فيها ولا لا لكن انت في الاخر لازم تكتهد علشان برضو ما يبقاش فتح مثلا اتحاد شمال افريقيا مثلا كويس اللي قالولنا كلنا نبقى في الهم عرب فنلعب كلنا بشمال افريقيا مع بعض حتى لا يكون جواز مرور للاخر محترامي للاشقاء ما يبقاش هو اللي بيجي استفيد بس يعني اذا قلنا ان التوانسة لا يوسجلوا دوليين فما يبقاش عندنا عشر توانسة ما فيش ولا مصر هناك لا يا اخي ده حاجة مكحفة يبقى احنا فتحنا لهم سوق هنا وما صدرناش نفس المنتج بتاعنا هي عايزة ضوابط والضوابط دي اعتقد انها يعني نقطة حسمها ان يجلس رؤسات اتحادات ورؤوسات انها كبرى زي كده التقارب بين الاهل والترجي مثلا الزمالك والافريق اعرفش اسماعيلي عامل اعتقد مع النجم الساحلي الاسماعيلي مع لا الاسماعيلي مع الافريقى التنسي مع الافريقى التنسي والزمالك ايضا الزمالك لا الزمالك مع نصر حسين ضايق الجزائري النجم والصفاقسي مع بعض في مجموعة لا مش قصد المجموعات قصد اقول لك يحصل التقارب زي اللي بيحصل الاهل والترجي اللي ايهم بيهانوا بعض وكذا اللي انا عندها منها روابط حميمية اه اه بالزبط العلاقات دول يجلسوا لبحث ده عشان لما يخرجوا بقرار يقول لك خمسة توانسة في الدور المصري اه مسموع لكن لازم ما فيه خمسة مصريين في الدور التنسي بصراحة شديدة وإلا علميا واحترافيا لا اتبالف هذا من طرف واحد الترجي السنادي ذهب لللعب الجزائري واللعب الليبي لك أن تتخيل ان الترجي السنادي في قائمة الافريقية عنده تمن لعبين اجانب منهم خمسة بيعاملوا معاملة اللعب التنسي اتنين جزائريين وواحد ليبي وايضا كمان عنده لعب نيجيري ولعب كاميرون ولعب افريقيا بالضبط بالضبط لكن ما تحسب ليش حزب الصالح الاخر يعني لابد ان تحسب مازيل اتفاقية بنود تسمح بتبادل نفس الاعداد وإلا مش معقول احنا نفتحها للتوانسة ولا العب من هنا يروح يا جماعة لا ده مش هيبك واسل منتخبنا بعد كده ويخليك تستسهل وتسترسل في مزيد من التراجع وبالتالي يا عايزة بس نقعد كيف تقسم ترطط الشمال الافريقي فيقوي اتحاد صغير من شمال الافريقي هي الفكرة اللي عايزة وصلها بس للمشاهد ان دور ابطال افريقيا السنة دي لو بصنا على قواهم الاندية عالاقي تفكير الاندية الافريقية اختلف تماما كل ابتدى يذهب الى الدول القريبة منه عشان يدعم لعبي بالضبط كل واحد بيصرف على نادي فما بيقدرش يهرب لا هناك في قواعد اللعب المالي النظيف ودور المحترفين وقواعد موجودة رئيس لجلة مسابقات محترف بيدير المسابقة رئيس لجلة حكام محترف بيدير المسابقة فيه كلام كتير وكلام من حقنا ان احنا ننقشه مع هدوء الاحوال قريبة بإذن الله طيب الاهلي قادر بإذن الله على الفوزب البطولة الافريقية مؤكد الاهلي والزمالك عشان برضه يكون امين معاك اللي هم الطرفية الدربي في كل العالم لما يتحطوا مقابل اي بطولة يبقوا مرشحين اذا الاهلي وحده في بطولة اندال افريقية بطال الدول طبعا قادر الاجابة بسم الله الرحمن الرحيم قادر ما هو عكسى ذلك هو المفاجأ واسأل حتى الاشقاء التوانسة لما الاهلي ما رفعش الكهز فراد بالزبط رغم ما كان يعنيه من نقصات وكذا وماذا والاحوال اللي حصلت حوالين المتش تمام فيه احصائية انا ذكرتها يا سيد عصام وانا بركز كده في موضوع الموطشات الافريقية معدل تهديف دولي المجموعات في الطولة الافريقية يعني ابتدى يزيد من جولة اخرى لكن فجأة في الجولة الرابعة معدل التهديف نزل لأكتر من حوالي 70% في الجولة الاولى 20 هدف في الجولة التانية 22 هدف في الجولة التالتة 23 هدف تيجي في الجولة الرابعة الانتهت مبارح 6 اهداف انت لسألة في الصفحتين اللي قبل كده بما انك قلبت الصفحات عارف ايه هي انه دي جولات البحث عن النقطة الزبط حزبة النقطة فالهجوم مش هيكون بلا هوادة ليه لانه كله دخل هجوم اللي هو الجولتين الاولى والتانية عايز اجمع نقطة بسرعة اربعة بقى ستة تلاتة والدرف في التانية بقوا تمانية هوب كلوب خلاص بقى لكن للوقت يوقت اللي ايه زي هد السرعة بقى فكرة انت عايز تحافظ عن النقاط اللي حققتها عشان ما تخسرش ايوه بالزبط ومش عاوز اخسر تاني بعد اللي انا عملته في البوش الاولاني ده انبارح كان فيه مجمى نتائج سلبية في المباراة كتيرة جدا يعني الافريقي مع مازينبي في تونس انتهى سفر سفر رغم ان مازينبي كان اقصى او فاز على الافريقي تمانية اسك مع سانداون سفر سفر الوداد مع لوبي ستارز سفر سفر مباراة الاهلي مباراة التجميع ما قولنا انه ما هواش مدير فني ايه كلام يعني قالك انا في وقت تجميع النقاط ولا ده ست نقاط انا زاهب للحصول عليها بنحاول بس يعني نحط المشاهد طبعا لا لا انا مش ضد بالعكس مباراة الدوري خلال الفترة القادمة مباراة الانتاج الحربي مباراة صعبة بيقود الانتاج مدير فني كف طبعا على مستوى عالي جدا الكابتن مختار مختار الانتاج من فرق المقدمة فيه الدور العام مباراة صعبة جدا لكن انت راجع من خسارة امام سيمبا ايه اللي مطلوب من الجمهور في التمانية واربعين ساعة الحالة اللي يصدرها اللاعب للنادي الاهلي هو طبيعة عمل الجمهور الاهلاوي اللي هو فكرة مزيد من الثقة تساوي مزيد من جوال اللاعبين جمهور الاهلي ابدا لا افقد الثقة في فريقه مش حتى في قدرات فريقه انه هو عارف انه فيش حد بيهرج يعني اي نتيجة بتحصل وقليلا ما يخسر ناديهم هم عارفين انها لا نتيجة تهاون ولا انه اللاعبين مش مهتمين بالشعار ولا الادارة مش مهياء كل حاجة اذا هذا المسلس اللي بيقدموله من نادي هم دايما حتى انغضبوا شوية لكن بعد ثاني اول اللي بيرجع يصفر لك تاني ويقول لك لا 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 تمام يلا بينا في شراكة كده بين الاهل وجمهوره شراكة مميزة يعني المطلوب ان الجمهور يبقى رسائله كلها ايجابية وبعدين يبقى يحسب في الاخر ما حدش يقال ان الجمهور بيحسبش الجمهور هو صعب كل الحقوق الحصرية في الحساب والحاجات اللي هيا وبالتالي عليه بس ان يمد نادي وفريقه بمزيد من الثقة كالعادة وبالتالي حسب اسيدي بعد كده لان اللعيبة دايما بتختلط بالجمهور في كل مكان سوى في الشارع او حتى عبر السوشيال ميديا يعني الجمهور دايما نبضه واصل للعيبة وعند الحلاة هو بيشتري عجل البيت وحتى لو هو يعرف مثلا والدته فبيقول لها لو يعرف زوجته واخته واخته واخوه يقول له يقول لكابتن كذا لا دي خلطة يعني بين الاهل وجمهوره خلطة عظيمة وعبقرية الحقيقة فرصة انت موجود معي يا سيد عصام واستغل خبراتك لان في حدث عد علينا مبارح للأسف نتيجة الظروف اللي موجودة فيه الدور المصري والأخبار والمعلومات اللي بتحصل وتغيير الجداول والكلام ده كله موقفناش عندها كتير او الاعلام حتى موقفش عندها كتير ان الفرنسي فوتبول مجلة الفرنسية الشهيرة الاقصر انتشارا والاقصر تأثيرا فيه الوسط كرة القدم الأوروبية كانت عاملة دراسة ولاها جزء كبير أفريقي من زمن ولاها جزء كبير أفريقي حتى لما كانت عاملة جائزة أفضل لها أفضل لها بأفريقي اللي فاز جاء كابت المحمود الخطير بالزبط كده عملت دراسة لدراسة الفرق في العالم بشكل عام كون ان اسم النادي الأهلي اللي بيمثل مصر في البطولات القرية يتم وضعه ضمن أفضل 30 نادي حسب معايير مش حسب مثلا فكرة ان فست ببطولة او حسب ان عندك شعبية لا دراح كمان للتسويق والبس الفضائي والقيمة المالية عشان يقدر يقيمك من كل الوجوه بالزبط كده دخل كل المجالات عشان يحط تقييم ليك انت بتقييمك ده تعدد كمان فرق كبيرة روما الإيطالي شلك الألماني موناكو الفرنسي بعد الثلاثة وعشرين بالزبط بعد الثلاثة وعشرين وفيه فرق عتيدة في المركز الأولى ريال مدريد منشستر يونيتد اليوفي برشلونا هو عشان الحزبة رمية من أول جماهيرك من أول انتخامك من أول بطولاتك من أول نجومك من أول تقييمك في منطقة كروية على بعضها مش بس وتقييم الفريق ناحية مالية ما أنا بقول لها حضراتك قيمك المالية كام بالزبط وما يسمى باسمه ايه سوابتك لا مش سوابتك يعني اللي هي الأخلاق وكذا انت بتقول ايه اصولك عندك اصول قد ايه يعني بالزبط وانشاءات وكذا وماذا وبالتالي هي يعني تحليل كامل لبياناتك تشعروا ان التحليل ده مر على الناس مرور الكرام لا اعتقد وده حدث مش عادي على فكرة اعتقد انه يحتاج بقى وانتو بقى المفروض تعملوا ده في القناة يعني تعملوا شروح كثيرة جدا عن الطريقة كمان عشان حتى ده ممكن يبقى مثلا يحتزى بيه لصحيفة لمجلة مصرية عربية تبقى بدأت من عندك يعني من قناة الأهلي وبالتالي اعتقد انه من هنا ممكن يعمل ده لكن احنا كل ربما أساساتنا في علام مصرين خدناها الحقيقة يعني قلقنا عليه الضوء بما يستحقه لكن ما حدش راح للتفاصيل زي ما حضر راجبت قولها كده تمام انما فيه طبعا ويب من اماكن كثيرة للأسف ودراسة الفرنسو فوتبولة صوصام يعني مش دراسة هتعدل انها ما بتحصلش كل سنة او كل موسم هي دراسة بتقيم الاندية في العالم على مدار حوالي اخر خمسين سنة انا بنحتاجها مش بس عشان كده بقولك من هنا من قناة الناد الاهلي ده مطلوب القاة الدوعلي لان هي الحقيقة اكتر شيء هيهمنا فيه مش بس ان الاهلي رقم تاته عشرين لان ده حاجة تشرف طبعا حاجة تشرف لكن والناد العرب والافريق الوحيد اللي كان في الدراسة ما انا بقول لحضرتك لكن على فكرة انك تشوف الناس دي بتشتغل ازاي دي وجهة جديدة في سماعة برضو انا مصر الزبط فكرة جديدة يجب ان تدخل مصر عشان برضو متلاقش حد عامل استفتة وخلاص ما يفسد ساحة كرة القدم او صناعتها يا صديق العزيز مش معقول كل شوية استفتة احنا مش عارفين مين اللي قال ومين اللي عاد وايه اللي بتاعلي بيسلموه ده ومش فاهم انا وبالتالي لا القاة الدوع على هكذا دراسة هكذا تقنيات ايه اللي استعانوا بيه لا ده كلام مهم انا بعتبر هذه الدراسة او هذه انا بعتبر هذه الجائزة لان الجائزة دي موجهة لجمهور الاهلي ان النادي الاهلي ضمن افضل 30 نادي على مستوى العالم تفوقنا على اندها كبيرة زي روما الايطالي وشاكل الماني انا بعتبرها لا تقل اهمية عن جائزة نادي القرن في افريقيا عايز حاجة اهم من كده من او ريال مدريد لغاية رقم 30 كل حد في دول واعتقد الاهلي لانه ادارة الاهلي دايما ترتبط في الازهام بانها ادارة محترفة هتزود البونس على الرعاة وعلى كل حاجة يقول له خد يا عمنا جبت نمر جديدة بالزبط طبعا ما هو ده ضمن الاحتراف كتسوقيا كمان انا اسم النادي الاهلي في الفرنسي ما هو ده الاحتراف هو النادي الاهلي لما جاب شركة الملابس قالك ضمن المنظومة ايه هيكون في مجلب تنشر مش عارف في 130 دولة اللي كان فريق صح ما حصلش قبل كده وبالتالي الرعاة هيدفعوا حتة زيادة الصناعة بقى هي دي الصناعة وهو ده الاحتراف سيد عصام كلمة اخيرة في اختم هذا الحوار تحب توجه كلمة لمن او ايه الرسالة تحب تقولها او ايه المعنى اللي تحب توصله للمشاهد المعنى اللي حب وصله للمشاهد ان مصر الحقيقة محمد صلاح حصرها بتويتا عبقرية انه مش ممكن يصحى الصبح يلاقي اهم جمهورين في العالم جمهورين بيصنعوا الفارق جمهورين بيخلوا ناس حتى لو يمتلنا بصلة ساعات يبقوا مش حبل لنا الخير بيتخنقوا مع بعض اعتقد اللي بيسخنوكو مش بيحبوكو والله العظيم ما بيحبوكو البلد دي محتاجة جمهورها زي ما كل نادي محتاج جمهوره عشرين تسعتاشر نهلة تانية لبلدنا اوعد تصدق غير كده يا رب دايما كده البلد دي تبقى محروسة سيبوا الخنات لناس بس انتقابلوا بعض بشكل مختلف السيد عصام شلطوت نورتني وشرفتني وبإذن الله فترة قادمة لكم فيها اجهة حالة افضل والنادي الاالي والرياضة المصراحة بشكل عام شكرا جزيلا لك فقرة كانت مهمة جدا مع الكاتب الصحفي والناقض الرياضي ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع الأستاذ عصامة شالتوت لكن الفقرة القادمة فقرة مهمة جدا مهمة جدا تتابعوها لأن فيها ضف ضف مش عادي ضف وجوده معنا النهاردة بيسري كمان الفكرة اللي بنتكلم عليها عن جمهور النادي الاهلي وازاي رصدهم لفكرة الاهتمام بالنادي الاهلي وتوصيق الحقائق بالنسبة للنادي الاهلي وسط هذه الظلمات التي نعيش فيها للأسف داخل الوسط الرياضي بعد الفاصل الكابتن عبد الحميد حسن وضيفه في الفقرة الثانية الكابتن أحمد قيشو